لليوم الثاني على التوالي يمثل جوليال أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أمام القضاء البريطاني في جلسات استماع للبت في قضية ترحيله إلى السويدة حيث تطالب به السلطات هناك على خلفية اتهمه بقضية التحرش الجنسية بامرأتين وقد عرب أسانج أمس بعد حضوره أولى جلسات الاستماع عن أمله في إثبات عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه بارتكام جرائم جنسية أسانج الأسترالي يبلغ من العمر 39 عاما يقول إنه ضحية منورة سياسية للسلطات السويدية حيث يخشى أن يرحل من السويد إلى الولايات المتحدة الأمريكية